بإذن قاضي لازم تكون في جهة واحدة اللي بتسجل وجاء لأن حتى التسجيلات بيتم التلاعب فيها يعني تلاقي تسجيلات تسجيل والتفريق حاجة تانية وما ييجي بقى بتاع الهندسة الإزاعية من تلفزيون تلاقي حاجة تالتة هو في أكتر من اللي أفسدوا السديهات بتاعة الأمن المركزي اللي أفسدوها في قرط المتظاهرين الدليل على وزير الداخلية مثلا يعني هل في أكتر من كده أما ده ما يتعدمش مين يتعدم والله ما مش عارفين يعني لا لا ما قضية في بلوغ اللي قتل أقل إجراما من اللي قتل في زي الشرايط قضية في كسب غير مشروع 2 مليون جنيه ولا 3 مليون جنيه هذه وقت في السجل يعني فعلا أين العدل برضو عايزين نتصلح عايزين نتصلح ربهم كل ده لازم نتصلح مش في الدم مش في اللي قتل المتظاهرين لا لا طبعا إطلاقا أنا قلت من البداية إلا الدم الدم ده ملك أصحابه مش في دم الشهداء لا لا برضو بس يجيبهم لنا هو احنا عارفين نلقي قتل واحد هو احنا عارفين نسبة حاجة على حد كل حاجة يقول لك مش مسؤول ما قالش مامسكش المسدس بيد دكال شكرا دكتور هلاء ما يبقى في قاضي بيطلع حكم في قضية غيابة على أحد الوزراء بالبراءة معناها الورق متقدم فاضي لأن الغيابة ده بيدينه حد الأقصى ومه مغمق كده ما يقراش جريمة إيه جريمة كذا حد الأقصى 15 خد 15 أما يجي يحكم على وزير بالبراءة معناها أن الورق اللي متقدم من يابة العمى فاضي ما فيش تهمة وهكذا أمر كثير من القضايا التي قدم فيها قتلة للشهداء نروح لجمعية التأسيسية والدستور هل هناك أمل؟ هناك أمل كبير رغم أن هناك عقبات كثيرة وأنا مش أتكلم باعتباري وكيل الجمعية أنا أتكلم باعتباري مواطن مصري اتربط بفكرة الدستور منذ طفولته أنا أقول لك على خبر برضو مفاجأة لا خبر مفاجأة بعد الفاصل خبر مفاجأة بعد الفاصل لازم بقى جليد سنسيشن الجديد جليد بيتك على هواكي مجموعة شركات مارسيليا نشيد لنبني حياة يا ريت لو في بطاريات تدوم وقت أطول أو نور ما يتقطعش أبدا ولو الورد كان يعيش أطول بس دلوقتي في جليد سنسيشن جليد جيل معطر للجوم بيدوم لأسابيع وأسابيع لعتري يدوم في كل مكان استعمال جليد سنسيشن الجديد جليد بيتك على هواكي الجراسيم هي اللي بتسبب أمرادكو في خمس طرق تحميكم من الجراسيم واحد حنمكو دايماً نيه لايب بوي نيه لأكبر اخسل إيديك دايماً أقول للفطر والغدا والعاشا خمسة لازم تخسلوا يديكم بعد استعمال الحنان اوعوا تنسوا نظافتكم خمس طرق من لايب بوي تحميكم لايب بوي في العدد الجديد من مجلة روتانا غاد عبد الرازق التحول إلى سيدة كلاس مرهق للغاية روتانا خليجية تحسم المنافسة بعشر ملايين مشاهد أحلام الدراما الخليجية هابطة لماذا يبيع النجوم أسرارهم الدراما المصرية تروج للبلطجية قديم الأزياء بات حديثاً حالياً في الأسواق مجلة روتانا وهل يخفى الخبر؟ جليد سنسيشن الجديد جليد بيتك على هواكي مجموعة شركات مارسيليا نشيد لنبني حياة في الأخبار غداً الأخبار تنفرد بمواد مشروع قانون الجمعيات الجديد الحبس وغرامة مئة ألف جنيه لممارسة نشاط محظور أو التمويل الأجنبي بدون تصريح خمسة مليارات دولارات اسمع يا دكتور خمسة مليارات دولارات استثمارات بريطانية عمليين نسمع على الاستثمارات دي بس عايزين نعرف حتتصرف فيه ومشروعات أمريكية في الطاقة بمصر ومجلس الوزراء تحت حصار المظاهرات الفئوية سكان ما يقطعوا شارع أصر العيني وهتفوا يتسكنون يتموتون مئة مليون جنيه زيادة في معاشات الضمان الاجتماعي طب ما أخبار حلوة بس ما عندناش المرتبات الشهري ده ده حاجة تخوف تفضل يا دكتور كان عندنا مفاجأة لا مش مفاجأة قويا خبر عايزة أقوله عشان تفاهمي قد ايه موضوع دستور ده بالنسبة لي بشكل شخصي هم شخصي أنا كان أبويه سنة 71 هو مقرر لجنة وضع دستور 71 وبعد 40 سنة وشوية بقيت أنا وكيل جامعية تأسير وضع دستور 2012 فان عندي من أيام ما كان عندي 6 سنين بالضبط أو بما أقل كان عندي متابعة لحالة الدستور اللي كان أبويه مقرره وقد ايه كانت مسألة في غاية الأهمية وعايزة أقولك الشعب مصري ده شعب عبقري من 93 سنة الشعب مصري ده خرج قال ايه هلا قال الاستقلال والدستور في مزوجة عجيبة بين حاجة كبيرة جدا من الاستقلال وبين حاجة أصغر قوي وهي الدستور في هذا الوقت مش حدي مهتم بيه ومات شوهدة ومات ناس وأسر وقامت ثورة عشان الاستقلال والدستور اللي كان هو الاستقلال التاني الثورة ما انتجتش ثورة 19 حاجة إلا دستور 23 ده الانتاج الحقيقي ثورة 25 حاجة مش هتنتجر هذا الدستور ده الابن البكر للثورة فمش مسموح لأي طيار ولا نقبل وسنموت دون هذا ان هو يختطف كلمة أو سطر أو مادة في هذا الدستور الحساب الشخص في ظل أغلبية إسلامية ما احترامي يقول كلام ده إزاي؟ الأغلبية الموجودة داخل جماعة التأسية أغلبية مش أغلبية حزبة متوازنة تؤدي أن تقريبا فيه 40% للإسلاميين فيه 40% للليبراليين والقوى المدنية وفيه 20% منطقة رمضية الأزهر الكنيسة ما نقدرش نقول انهم محسوبين على طيار لكن في النهاية بيصوتوا هنا وهناك أنا حطيت شرط في التصويت أنا اللي اختراحت الفكرة دي التصويت ليه آلية؟ إجماعة؟ أول حاجة؟ ما حصلش؟ خلاص؟ ننزل سبعة وثنين في المئة تلتين ما حدش عنده تلتين طيب ما حصلش نقعد نعيد مدولة لعدة أيام ونعيد النص تاني بسيارة جديدة ونطرحه بأغلبية لا تقل عن سبعة وخمسين في المئة ما جابش سبعة وخمسين في المئة ما فيش حد عنده سبعة وخمسين في المئة أبداً خلاص؟ ترفض النص ونبحث عن نص تاني نمتدي نطرحه بالإجماع أو بسبعة وستين فالمسألة مش سهلة ومحدش يختف الدستور ومحدش يفرض علينا حاجة ويوم يا دكتورة هالة وأنا بتعاعدك عنده أمامك يوم أشعر أن في طيار أو أحزاب أو أين كان حتى لو كان الطيار الإبرالي اللي أنا بنتميله عايز يختطف حاجة لحسابه في الدستور أنا هستقيل وعمرو موسى هستقيل وكل قوة المدنية وكل عضاءنا في حزب غد الثورة اللي موجودين في جماعة التأسية كلهم هم يمشوا ولن نسمح بهذا أبداً لكن كمان مش هنسمح الناس تتصور إن إحنا لوحدنا لازم يكون فيه قدر من التوازن وقدر من التوافق المجتمعي والمجتمع ده فيه ناس بتنتمي هنا وناس بتنتمي هنا لا يجور أحد على أحد ولن تجور سلطة على سلطة ولن يكون هناك شكل من الأشكال المجاملة لحد في نص النصوص الدستور لأن ده العقد اللي هيربط علاقتنا في المستقبل طب بيقولوا أنه فيه حيتم تفصيل بند من أجل الرئيس مرسي أبداً الاستمرار هو أربع سنين حلينا نتكلم بصراحة هو مستمر ما غير أي بنت يعني معرفش ما جابه مني أنه لازم يعيد الانتخابات بالصحيح الدستوري يا دكتور هالا يعمل بأثر فوري مش بأثر رجعي فما تم من انتخابات وأحداث وفقاً للدستور السابق أو الوثيقة الدستورية لإعلان الدستوري سيظل سرياً بشروطه إلا إذا تغير شرط موضوعي سلبي بمعنى إيه؟ مثلاً قلنا أن الرئيس لازم يكون عمره سبعين سنة في الدستور الجديد والرئيس بتاعنا أقل من سبعين سنة في أزمعيد الانتخابات لكن لو قلنا أن كل الشروط تقريباً تنطبق عليه يبقى هيستمر في أداة عمله دون غضادة ودون احتياج لنص انتقالي واللي بيتكلمه يقولك فيه نص هتحط للرئيس مرسي والله الرئيس مرسي ما يقدر يتكلف هذا النص ولا حد يقدر يفتح بقوا بكلمة زي كده وما مرة في اجتمام مع الدكتور مرسي حد من الزمرة بيقوله لازم مش عارف إيه في الدستور قلته هو ماله فتكلمه ليه؟ إيه علاقة الدكتور مرسي؟ أما هشام اللي هو رئيس وزارة اسمه إيه؟ هشام أنديل أنديل أما الدكتور هشام أنديل ما عرفش ليه كده كل اسبوع بيجيله اهتمام مفاجئ يقولك إيه؟ لجنة الدستور هتخلص مش عارف يوم إيه شهر إيه؟ انت مالك انت مالك يا دكتور هشام ده انت متعرفش حاجة عنه؟ ده انت بدخلش كماعية تأثية ولا انت تدخلها ولا ليك علاقة ولا ليك تأثير ولا ليك تمثيل ولا ليك حاجة خالص تتكلم في إيه؟ يعني أنا بستغربه ليه؟ شغل نفسه بما يعني؟ يعني يقولك الناس تلبس قطنا يا عم وفر انت كهرباء واسيب الناس تلبس قطنا حرير ما تلبسش خالص ده مرة اخصائية يعني انت شغل باللي بيخصك باللي يخص الناس الجامعية التأثية مستخلة رئيس الوزراء لا سيطرة له لأنا وكيد الجامعية التأثية وقولك أنا معرفش الدستور هاي يخلص انت ومش مهتم يخلص انت مهم يخلص ازاي؟ ويخلص بطريقة نشعر ان احنا عملنا شيء نرضي به قدام ربنا وقدام الأجيال الجاية ضمرنا ونقول احنا عملنا أقصى ما يمكن أن نستطيع ده اللي يهمني لكن يخلص الشهري ده يخلص الشهر الجاي يا ست نيجيريا قعد 11 سنة بتعمل السور إيه اللي جرى؟ لا 11 سنة إن شاء الله مش هيحصني لا والناس يعني بس الدولة 11 شهر يعني بلاش 11 سنة بس نعمل السور بجد ناخد واقي الناس نعمل حوار مجتمعي أنا كل يوم في بلد كل يوم في زيارة في مؤتمر عشان نناقش للسور مع الناس وهنسافر لنقاب المصيين بره على نفقتنا حداك لما تقولي يعني استنى